السلام عليكم اليوم عندي موضوع الانحراف المعياري طبعا راح يتضمن الانحراف المعياري حسب هذا القانون يتضمن عندي الوسط الحسابي اللي هو اطلعه قانون ونبقى عوضة وعندي فئات وسوي جدول نجي نكتب الانحراف المعياري طلاب هذا الانحراف المعياري عبارة عن جذر راح يكون بداخله تحت الجذر اللي هو ان عدد الفئات على مجموع الفئة كل فئة ناقصا الوسط الحسابي فوقات تربيع ايشلون نطلحين نطلحين من الجذر طبعا هذا القانون اذا كانت بيانات غير مبوبة راح اشتغل ها بهذا القانون اذا عندي بيانات غير اذا مبوبة لأ بغير قانون فهس هذا بالنسبة للبيانات مبوبة راح نشتغل بالجدول ونشوف اذا هذا مثلا عدد الفئات ايش قد عنده عدد الفئات وهذا الوسط الحسابي ها نقصة من كل فئة وانه بعدين اربع حين واجمع حين وخليهن بالقانون هسا من نجل الجدول راح اشوفكم واشنون راح اشتغل تمام هذا المثال طلاب واشنون راح اشتغله هذن الفئات فرايد الانحراف المعياري اول مرة سوي لي جدول تمام اثبت بي هذن الرموس اللي هو اكس هنا اكس ناقصا اكس فتحة اللي هو الوسط الحسابي تمام والجدول اللي بعده هذا المقدار اللي هو اكس ناقص اكس فتحة اللي هو الوسط الحسابي تربيع يعني هو هذن نفسيته بس ربعة تمام فاسه لازم اروح اثبت الفئات اول مرة هنزل الفئات نزلتين بدون ترتيبه اجقبل جبتين وخليتين تمام حسه اطلع الوسط الحسابي الوسط الحسابي راح يكون مجموع الفئات على عدتين هذن كلهن اجمعين على عدتين فعادتين راح يكون بهالشكل هذه مجموحا كلهن اظن اذا دقيت الحاسب او جمعتين يطلع ميتين وست عشر على عدتين راح يكون اثماني فراح يكون الناتج سبعة وعشرين اختصارة سبعة وعشرين طبعا هنا اختصارا للوقت ما خليتين بالقانون قبل طلعتكم الناتج فراح استفاد من هاي المعلومة اللي هي اربعة وثلاثين ناقص سبعة وعشرين يعني الارقام كلهن راح انقصها من السبعة وعشرين اللي يطلع لي اربعة تمام فهناني اربعة وثلاثين ناقص سبعة وعشرين وراح يساوي اني اشقيت طلعت لي طلعت لي سبعة فمن راح اربحها راح صرت تسعة واربعين تمام هنا ربعتها عزرتها على صفحة نفس الحالة هاي الخمسة وعشرين هما نقصها من السبعة وعشرين يعني كل مرة اهنقص السبعة وعشرين اللي يطلع لي اربعة فاش طلع الهناني اثنيا سالب اثنيا فمن تربح راح صير اربعة تمام هنا هم نفس الحالة الثالث هم نفس الشي فواحد وعشرين ناقص سبعة وعشرين فرح يطلع عدي سالب ستة من تربح راح صير ستة وثلاثين تمام وهناني اثنين وثلاثين ناقص سبعة وعشرين راح تطلع الناتج خمسة ومن تربحه شصير سالب عفوا خمسة تربح الصير خمسة وعشرين وهناني تسعة وعشرين ناقص سبعة وعشرين راح يصير اثنيا متربحه صير اربعة تمام وهناني راح يصير هم ناقصة من السبعة وعشرين كالحالة هم طلع لسالب ثلاثة هم ربعه صير تسعة وهناني هم نفس الشي الغرض من هذا الشي هسا ان الارقام طلعت راح اجمعهن وخليهن بالقانون انا اللي همني هذا الجدول الثالث باعولي اللي هو ابو التربيع ذا اني طلعت الارقام مجمعهن هن راح اعوضهن بالقانون فنجي نجمعهن كلهن نطلع مجموحن كلهن من تسعة واربعين اربعة وستة وثلاثين كلهن مجموحن اش قد فطلع عدي الناتج مية واربع واربعين مجموحين فاجي اطبق قانون الحراف اللي هو اكس ناقصا اكس فتحة تربيع على ان طبعا هذا الجدول باعولي هذا المجموع راح اعوضهن فوق هذا كلهن هو اكس ناقص اكس فتحة هذا بعد ما ربعت اذن الارقام طلعتين اش قد طلعت المجموع مية واربع واربعين على عدتين اش قد احسب عدتين واع اثنين ثلاثة اربع ستة سبعة اثماني تمام فراح يصير اكو اختصار عمليات اختصار راح يطلع عندي جذر اثمنتعش وجذر اثمنتعش جايني من اثنين في تسعة التسعة الها جذر تربيعي تطلع برا الجذر اللي هي ثلاثة وراح يبقى تحت الجذر اثنين تمام اشتركوا في القناة